أعلن مصدر رفيع المستوى عقد اجتماع ربعي اليوم بالدوحة يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب ودهة النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت موضحا أن رئيس المخابرة المصرية ونظيره الأمريكي سيرأساني وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع أفد المصدر أيضا أن مصر أكدت مواقفها الثابتة بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما أشار المصدر أن هناك اتفاقا بشأن الكثير من النقاط وأن المفاوضات ستتواصل غدا بالقاهرة واستنشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف كلما جاء الحديث عن استئناف المفاوضات أو بحث سبل استئنافها تتعلق الآمال ما بين التفاؤل والحذر حول نجاحها في توصل الاتفاق وقف إطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين آخر حلقات التفاؤل الحذر جاء عقب إعلان الوسطى عن اجتماع رباعي لوفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت يأتي ذلك في أعقاب إعلان حماس موافقتها على أن تنطلق المفاوضات حول المحتجزين دون وقف إطلاق نار دائم وهو الرد الذي يتبره الوسطى والأوساط الإسرائيلية يسمح للمرة الأولى بتحقيق تقدم والمضي قدما نحو مفاوضات بشأن النقاط العالقة مع إمكانية التوصل إلى اتفاق في المقابل أكد الجانب الإسرائيلي أن الشروط التي وضعها نتنياه للاتفاق المرتقب مع حركة حماس يشترط أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القطاع حتى تحقق أهدافها من الحرب كما يجب أن يمنع الاتفاق تهريب الأسلحة إلى حماس ولا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة وفي هذا الإطار اعتبر الداخل الإسرائيلي نقلا عن وسائل إعلامه المختلفة أن حكومة نتنياه تواجه خيارات حاسمة الآن بعد رد حماس على مقترحات الهدن في غزة بشروط غير مشددة إلى ذلك تتواصل الجهود من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين على طاولة المفاوضات وبعيدا عن البنود ونقاط الخلافة سيظل الوضع على الأرض هو الضمان الوحيد للتقدم أو التراجع في مصار المفاوضات إما لإظهار حسن النواية أو لتأكيد المراوغة من جديد وهذا ما ستكشف عنه الأيام بل الساعات المقبلة